السلام عليكم ورحمة الله ومنحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله رحمة الرحيم وضي من الوصفات المقترحة المائدة افطار رمضان اليوم ان شاء الله سنشارك معكم كيف العادة اقتراحات لكيفما تتلبو تكون سهلة سريعة تتحضير وما تتخش الوقت نهائيا وفي نفس الوقت تكون لديدة وكي بغيها الكبير والصغير سنشارك معكم خيمرات مع مرين بطريقة اللي هي السهلة سريعة ومختصرة كتحضروا كيميالية وفيرة دفعة واحدة كذلك سنشارك معكم بروات ملحين بحشولية ملحة من الد وحشوات واسهلها اللي ممكن انكم تحضروها اقتصادية كذلك وكتعطي كيميالية وفيرة وغضي بغيها لكم كبيرا وصغيرا مملحات كذلك اللي سنشاركهم معكم بدون عجين وبحشولية سريعة كتحضر في اخر لحظة وخاها كيجوا عندكم ضيوفة عفوان دي الغفلة وغضي نشارك معكم طويجين دي الفلفلة مع مرة طويجين من الأدد الأنواع دي الثاجين اللي كيبغيها كيفما كتلكم الكبير والصغير مع تحلية سريعة التحضير ان شاء الله اقتراحات دي اليوم من الإعجاب ديلكم وتجربوهم كيف ديما بتنسو ليش اللايكات ديلكم للتشجيع بطبيعة الحال باش الفيديو يصل أكبر عدد دي الناس خليب لي الآراء ديلكم في التعليق على هذا الفيديو والفيديو هات اللي قبل منهم او للي تبغيوا مشارك معكم فمنطبوش عليكم كيف العادة وندوز معكم مباشرة للمقادير وكذلك كيفية التحضير ونبدأ على بركة الله بالعجين لدي المخمار او لدي البطبط اللي قد نحتاج لها كيف عدد كاس دي الفينو ونضيف لهم مع القدية السكر ومع القدية الخميرة حبيبات قد نضيف عليهم هنا جوج كؤوس دي المال ليكون دافي قدية البرودة او ليكون هكا بارد بدرجة حرارة الغرفة لديكم الحال سخون سوف ينطحن هذه المكونات هنا انا كنفضل انا نطحنهم دائما فاش كنطحنهم صراحة كيعطينا ننتج جلية ممتازة ما بغيتوش طحنهم فقط عجنو العجين ديلكم زيان ودلكوه ضفت لي الملح اللي كيبقى على الحساب طبق وضعت للمعات الكبار ديال الزيت نباتية وكنضيف هنا دقيقة نوعية جيدة خاصة بالحلويات فاش كنت تحكم هكا في العجين ديلي وما كنشوفش لي العجين هنا العجينة انا اجنتها في العجينة كيفشتو معي دلكتها كواحد شوية حتى تلقات معي العجينة وانساجمات بالنسبة للعجينة ديال بطبوط دائما كتكون العجينة اللي كتكون هكا شي شوية طرية ما تتخلي واشقها بزاف ما تخفوه شو تاني كتر من القياس دهنت لها الوجه ديالها بشوية ديال الزيت وغطيتها وخليطها كتختها بمر جانبا في هذه الأثناء نحضر الحشوة اللي يحتاجت لها جوج حبة كبار ديال الفلفلة مفرومين وحبة واحدة ديال البصل كيف العادة كنت تبل بشوية ديال الملحة كندير شوية ديال الزيت نباتية بس تخلطها مع زيت الزيتون وكان شحرة الخضر هذه حتى تنزل من بعد غضي نضيف لي هنا كمية ديال الكفتة او للحم المفروم دائما هذه الحشوات خصوصا ديال البطبوط اغلبية اما كمشوا بالخضر او للحشوات ديال الكفتة وغلي بغي يدير فيها الشحمة يديرها كي مقال لكم الاختيار دائما من بعد ما كان فتتا ديال الكفتة مزيان وكان نخلطت شي كل شي ما بضياته غضي نزيد هنا شوية ديال البزار غضي نزيد شوية ديال كامون وغضي نزيد كذلك هنا شوية ديال تحميره وبالنسبة له ريسة كتبقى اختيار يبقى تديروها ديرو ومبوتوهاش تستغنو عليها سوف يكون خلطت شي كل شي مزيان وهي الحشوات ديالتنا واجدة صراحة من الحشوات اللي كنفضلها بزاف 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 كاف البطبوط كتجيل ديال بزاف وسهلا سوف نرجع للعجلي من بعد ما كي اختامر واضع في الحجم دياله كيف كتشوفوه انا هنا ديال كميه ديال العجلي انا ندرت كميه شي شوية كتيرا سوف نأخذ منها تقريبا نصف الكيميه سوف نقرسوه في شوية ديال الفينو وخلطوه هكا بشوية ديال دقيق سوف نقرسوه نخليه كي اختامر كيف مكتلكم سوف نديرو هكا السحون اما ما تبقى من العجين هو اللي سوف نشارك معكم ان شاء الله بها بطبيطات اللي هما معمرين فبالنسبة للعجينة كيف مكتلكم اللي سوف نأخذ هنا يا دقيق من الافضل باش ما ندخلش في العجين ديالي كميه ديال اسميه وكتبقى اللي العجينة رطبة وطرية كننخده هنا يوكا نحاول بسطاب ديالك بواحد سمك اللي كي يكون هكا متوسط شوية على شكل مربع او لمستطيل مهم انكم تخرجوا في الاخر واحد للمربعات اللي تكون حجم ديالها صغير نوعا ما او لعلى حساب الحجم اللي كاتفغي وانتوما والحشوة اللي عندي كنوزها لعدد المربعات وكنلم العجينة دائما نحاولو ان العجين متجمعوهاش بزاف هكا في القاعدة باش ما نجيكو مش يعني معجنة من واحد جيهة اكتر من جيهة وكتحكموا الإغلاق ديالها بطبيط الحلم باش ما كتخرج لكم الحشوة بالنسبة للطيب فالطيب ديال بطبيطات العادي جدا كي ياخدوهم وكتقرسوهم هكا واحد شوية وكتطرقوهم شوية غير ما كتقرسوهم بزاف بزاف ومباشرة للمقلة المقلة المقلة انا عندي هنا من هنا بواحد كمية قليلة ديال زيت غير هكا باش يجيين لوين ديالهم حمر وزوين هم الطيب ديالهم بحال بطبيط العادي جدا غير كي ياخدو هكا ولا كيتمسكوا واحد شوية من الاسفل كتقلبوهم من الجهة الاخر وكتقلبوهم ملاكلة الجهتين وبطبيعة الحال انا كيفشتو معايا هنا كنحاول ندهنهم واحد دهننا اللي هي خفيفة بزاف 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 بالزيت غير باش كيتحيدلي وماذا دقيق ملوجه ديالهم وكي ياخدو كيفتليكم تحميرا اللي هي زوينا وبالنسبة لدراجة الطيب فكي يبقى لكم الاختيار غير هو حاولوا انكم طيبو مع النار اللي كتكونها كامة وسطة باش كيدخلهم الطيب طبيعة الحال مزيان حتى الداخل انا كنبقى هكا حتى غادي نطيب الكيمية كاملة ما غدش ياخدو منكم و وكتير من الاشياء صراحة اللي هي مفضلة وكيكون لها طلب كتير لف رمضان ولا من غير رمضان شوفوا معايا ما شاء الله كيفش كي يجيو هكا خاويين ومنفوخين وخا يعني اه فيهم الحشواء كي يجيو هكا يعني مهويين ورطبين بزاف بزاف ودك الحشواء كتجيو مزعفهم مزيان هانتوما كيف كتشوفوا معايا سوفي قدي ندوز معكم هنا الحشوة ديال البريوات اللي غدي نديرها هندي هنا يا نصف صدر دجاجة قطع توقيتها اللي هي صغيرة وغد ندير لي شرمولة ديال الحوت اللي فيها شوية ديال القزبور اللي هو مقطع جوش فصوص هنا عندي ديال التومة اللي هم محكوكين فصوص عندي غير صغار دفت ليهم هنا شوية ديال ملحة كتوابل شوية ديال لبزار الكامون طبيعة الحال غد نزيد تحميره وغد نزيد ليهم كذلك هنا شوية ديال توابل ديال السمك اللي ما نتكو مش تستغنوا عليهم الهريسة واحد العاصر ديال نصف حمضة مع تقريبا جوج حسد لسات المعالقة ديال زيت نباتية او لزيت الزيتون كن شرمل هات طريفة ديال الجاج مزيان 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 ممكن تبيتوهم ممكن تخليهم ساعة اكتر اقل او ممكن طيبوهم مباشرة انا غير شرملتهم وطيبتهم مباشرة فاخديت المقلات ديال يدرت فيها وحل كمية ديال الزيت وخليت تحت تسخنات مزيان ومن بعد كناخدها دوك طريفة ديال الجاج او كان شحرهم في الاول هنا يا على نار لي هي مرتفعة هكا بش ما كيتلقوش ليكم المبزاف ودوك طريفة ديال سدر ديال الجاج ما كينشفوش ليكم وكيبقوا محافظ على التراوى ديال هون انتو ما كيف تلاحظوا معايا كان نقص ليهم شوية النار وكيتلقواتك شوية ديال ما ماشي مشكي نخليهم حتك يعودوها كينشفو وكنضيف ليهم مربع هنا يا مدرس غير مربع واحد ديال ديال شعرية ديال الروز اللي عندي مرتفة في المسخون ومقطع ومصفية بطبيعة الحال عندي هنا شوية ديال زيت المفروم وعلبة واحدة صغيرة ديال الفتر المعلب كذلك دوستة في لها شواغ او لمفرومة ضفت هنا معلقة كبيرة ديال سلسة السوجة ومعلقة كبيرة ديال سلسة المحر ممكن تكتفي وغير بسلسة السوجة او ليلة ما عندكم مش فاكتفي وغير بلالب هكا بالعطرية ديال الحوت او لاب غير بشرمولة ديال الحوت راها كافية انها تعطيكم واحد البنة اللي يزوينا هات الحوشوة هادي هنا ايا غادي ناخد انا الورقة ديال البسطيلة يعني بطبيعة الحنس اللي ما عندهم مشاول ما كيتوفرش عليها رب ممكن تعودوها بالعجينة ديال المسمن السحرية اللي كان نخدم معاكم بها دائما تخدموا يعني البريوات ورها سبق لي وشاركتهم معاكم يع بالعجينة ديال المسمن غير رجعوا هكا الفيديوهات ولا نخدم لكم ان شاء الله اللي ينهكا في صندوق الوصف اللي بغيتوا تحضرهم عفوا بالعجينة ديال المسمن سوفي كان ناخد هنا الورقة ديالي كنحاول نقطع اشريطة اللي كان تشوفوا معايا انتهم هنا متوسطين ما كبار ما صار عبرت ربعة ديال اصابع وقطعت اشريطة كنستفهم هكا في سطح العمل وكان بقاك ندير الحوشوة وكان دليها شوية ديال جبن مفروم وكان نلف عادي الطريقة ديال البريوات عادية جدا بطبي طبعت الحال هنا يا لكنتو غادي تطيبوهم في الفران فالورقة ديالكم غادي تدهنوها بالزيت ضروري انكم تدهنوها بالزيت عاد تبقوا تلفوا البريوات ديالكم انا لاني غادي نقليهم في الزيت فالورقة خليتها كما هي كنلف مباشرة نعفهم لاني غادي نقليهم كيف تلكم بالزيت هنا كيف كانت تلاحظوا معايا كنلسق هدل اطراف ديال العجين انا كنلسقهم هنا ببيض البيض ممكن تلسقهم بخليط ديال الموت دقيق طبعت الحال هذا الشي يكون له كيبقى على حساب الاختيار هنا يقضي الإشارة فقط فاوخا ندير بيض البيض راهم كيتلقليه لك شكوشة في الزيت لحتشي حاجة كما غادي تشوفوا معايا هنا بل كذلك البريوات فيحول انكم نتشكلوهم تخليوا من شفوها كوحدة شوية تحت سرجم او لينفخ فيهم شوية ديال هوا باش هذه الورقة كتبقى شادة دفراتها وما ترتقش لكم اثناء الطهيب بالنسبة للطياب ديال البريوات ولا اللي سيجار بالورقة ديال بسطيلة فيحول انكم فاشت ديرهم في الزيت تكون سخونة مزيد وتكون نار مبين أخرى باش تكتب الورقة كتبط راسها وما ترتقش لكم من بعد كتديروا نار اللي هي مهيلة وكتبقوا تقلبوهم الأكلتة الجهتين تتكتب لكم ورقة مزيد بحال من الداخل بحال من بره بعد كتصفها وديرها فوق ورقة نشف ونخليوها كتنشف بالنسبة للناس اللي غادي يحتفظوا بها في المجميد كذلك فاشتبغوا يطيبوها مباشرة للمجميد زيت لي هي سخونة كتديروها كتقلبوها على أكلت الجهتين حتى كتبقوا لكم ورقة كتنشفت واحد شوية كتدير نار مهيلة وتخلي وطب على خاطر خطرها هذا هو الشكل نهائي ديالهم أما بالنسبة للمالحة التالية اللي كنديرها بالخبز ديال الطاكوس سواء الجاهز أو للمنزلي راس بقلي وشاركت معكم عفوا الوصفة وجربتوها كاملين نجحت معكم من أول تجربة خصوصا الوصفة ديال الماء المغني كناخد هنا دائرة ديال الخبز ديال الطاكوس كنقسمها على جوج كندهن بواحد صلصة اي صلصة مفضلة عندي خلط ما بين بيونيز كيتشوب والهريسة صافي وكننلف نصف لفة بالنسبة لدورة كاملة كيف كتشوفوا معايا كندير الصلصة كندير شوية ديال الخص شوية ديال المكور الحمر لداند في ماء وكنزيد شوية ديال فروماج صندويش وكنلف طبيعة الحال حاولوا انكم تزيروا ايدكم وانتم ما كتلفوا باش كتجيكم ها كم جموعة مزين وما كتجيكمش محلونة فكنضن الطريقة ره واضحة بززف بزف وصراحة ان كي جول دادي مساهلين بزف شي حاجة اللي كتتحضر في آخر لحظة بالنسبة للناس اللي ما عندوش لداند في ماء روما ممكن تعود وغير بالمرتدل لا او للانشون اللي توفر عندكم البنات كتخدموا به ماشي ضروري كلتازمونا كنعطيكم افكار وانتم ما كتطبقوا على حسب داكش اللي كيتوفر عندكم صافي هنا كيف كتشوفوا معايا كنبقى نقطع هكا دوائر كيجيو هكا بحل السوشي زي انتم غير بانصاف ديالي الطوماتسوريس وكنقدموهم صراحة زوينين لا شكل ولا مداقن وكيبغيهم الكبير والصغير وكيتحضروا في آخر لحظة وصفات دياليال يوم داكشي ديساهل ماهل بالن بالتنسبة للطبق الرئيسي فخديثت هنا تقريبا ديال ميتين قرام او لعشرين درهم ديال الكفتة اه خديثة هنا ايضا حبها صغيرة دياليال فصلة لها الملحة اللي بزار واندي هنا ايت حميرا هذه زي تقني جبير وغضي نزيد هنا شولية زيت نباتيه كيفشتو معايا سوف يكون نحاول كنفتت مزيانة الكفتة ضروري ان تفتت مزيان مزيان من بعد كنضيف لهنا وحدة الكيمية دياليالالروز اللي عندي مسلوق نصف سلقة مشهي مسلوق تماما نصف سلقة كميات الروز تكون مساوية كميات الكفتة لا تجد الروز غالب لكم على الكفتة في الحشوة سوف تشحروا حتى تلصق لكم الروز في المقلاد لكم يعني يكون ناشف لا يوجد السوائل بالنسبة للخضراء كميات كميات صغيرة والحبيبات غير صغيرين بطاطا تعمر الفلفلة لأي نوع الخضر تعمرهم جيد كميات صغيرة نضيف الملحة سكينجبير تحمير وخليط مبين زيت نباتية وزيت الزيتون نخفف هذه الصلصة بشوية الماء ونضيف الخضراء ونضيفها على نار ونضيفها الطيب على خاطرها في الفلفلة والبطاطا يطيبوا طيب قد قد يطيبوا ضغية لا يأخذوا الوقت وصراحة يجبوا لدادين غير جربوها أكيد لا صغيرا بالنسبة للتحلية فتحلية اللوتوس شاركتها معكم في فيديو رمضان نأخذ لها جوج كؤوس الحليب مع صاشي الفلون مع كيس بودرة الشانطية نطلع هذه الكريمة من بعد نزيد لها معلقة زبدة اللوتوس من اختيارها في الوصفة تشتري مضاق ولكن لا يمكنك مشكلة نطلع الكريمة كمية كمية ونزيد لك طبقة من الكريمة الكريمة ممكن تطبقوها على اي بيسكويت بأي نكاك يعجبكم سواء بيسكويت الفانيلا بيسكويت بجاوز الهند بيسكويت الأوريو هذا الشيء اللي بغيتو يعني بشي ضروري تلتزمو بهذا البيسكويت هذا سوف يتوقعوا الغدين بهالطريقة هادي الطبقة دي الكريمة طبقة دي البيسكويت حتى كتكملوا الكويسات ديلكم على حسب الكويسات وش عندكم الطوال القصار انا هادو كي يخدو مني جوج طبقات دي البيسكويت و جوج طبقات دي الكريمة يعني هكا كي يبني موزعين و يخرجوا لي هاد الكيميه هادي اللي كيف كتشوفوا معايا سوفينا غادينا انه نفرغ الكيميه كاملها كنوزها للكويسات اما بالنسبة لتزين تزين كيبقى اختياري انا كانت عندي شوية دي الكريمة في الثلاجة قدرت منها كادي غزاسها كامل فوق وفرتت عليهم واحد الحبة دي البيسكويت من فوق وهي تحلية واجدة صراحة من تحليت تحليت دي الدقيقة تسعين كيف كنقولو ضغيية ضغيية كتتحضر سهلة مهلا صراحة هي في هذه الموقع القتراحة اللي شاركت معكم اليوم المائدة اللي هي اقتراحات ليسرية صراحة لاني ما كدريس histوآ تعيش بزاف حاولت غيرا نشارك معكم هذا الفيديو وهذا الفيديو قد يكون اخر فيديو على ما اضن اللي يعني الوصفات المقترحة المائدة رامانار اللي انني منقطرش ما اكد swollen قال انiges تعليم هذه الموقعiner قد يكون çıkaraw einem اخيار لان الفيديو كط của فهي اخدو مني وقت ليه كثير مجهور ليه düşün كثير وحاليا يعني ما قدرش نصور معكم يعني الظروف لا تسمح لي فأنتم كيف شاهدوا معنا اقتراحات لي سهلة سريعة كلهم سهلين زوينين بنسبة العاصر فهو عاصر دي البرتقال مع الفواكه واحد جوج حبات دي البرضبة دي البرضبة عفون اما بالنسبة لشربة فهي حريرة مغربية عادية تبني فعلا اقتراحات دي اليوم من الاعجاب دي لكم تربوهم كيف دي ما يعجبكم ما تنسونيش فقط من لايكات للتشجيع شاركوا لي الفيديو مع الاصدقاء وفي مواقع التواصل الاشتماعي باش تعمل فائدة على الجميع كذلك باش تجعوني للفيديو هاته كي يطلعوا الاكبر عدد دي الناس كنشكركم دائما على الدعم دي لكم كنشكركم دائما على حسن المتابعة دي لكم بهذا غد نكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة